ظلمات البر والبحر تدعونه تدرعا وخفيا لإن أنجانا من هذه لنكوننا من الشاكرين ديل المشركين الصوفية إن كنت في هم وغم فنادني بيا مرغني ونجيك من كل شدتي كويس؟ ده التصوف وده الشرك التصوف فات الشرك بغادي فات الشرك بدا المشركين بغادي فتفهم إن الدعوة الحقة هي دعوة الأنبياء والمرسلين الدعوة إلى عبادة الله وحده عبادة الدعاء حقت الله لا البرع باستحقها لا الكباش باستحقها لا الصائم ديمة باستحقها يا الله بس لا فيها برعي لا فيها مكاشفي لا فيها رسول الله يا الله بس قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين قال الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله وذا تحدي تحدي من الله لحمد المنتصر البجاجع في التلفزيون وبسخط وبكارك الشيوك بينفهوا وبيلحقوا بيفزعوا قل ادعو الذين زعمتم من دونه ما بيلحقوك لا يوم القيامة ناديهم قال لي حلكم نحن نحن دل نحن دل بس خلي باقي المصايب ما بيعملوا لك حاجة فالمسلم المؤمن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له اذا سأل يسأل الله واذا استعان يستئم بأله واذا استغاف يستغيث بالله عز وجل ويذبح وينذر ويسجد ويركع لله عز وجل وحده لا شريك له ده المؤمن وده التوحيد العبادات كلها لأله لا فيها شيخ طريقة لا فيها فكي تتوكل على الله تعتبد على الله تخاف من الله سبحانه وتعالى لا تخاف لك من بشر زيك لا من دلقان لا من قبة لا من فكي كل ما بيعملوا لك حاجة ما عنده مني حاجة مع الله سبحانه وتعالى فتعتمل على الله ما دعلك تميمة ما دعلك ودعة ما دعلك كمون كل الأمور بيضى الله عز وجل كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون غد ما شيخ شهاب عوض وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان